صباح الخير أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة خاصة اليوم صباحية الدزام خاصة بضيف مميز قدم أول حلقة من برنامج ثقافي الجديد على القناة الثانية البارحة معنا اليوم محمد سليم مرحبا بكم معنا إذا نتميز عنوان حلقة اليوم صباحية الدزام بما أننا حضر معنا كذلك السينابيل عياشي فقرات التغذية صباح النور صباح الخير ساميرا وصباح الخير سيدة المشاهدين اليوم سنحاول نتكلم على الفوائد الغذائية سيكوك ونرى الدراسات العلمية كيف تبدأت هذه الفوائد سيكوك من بين الواجبات الغذائية التي كانت متبتين بها الحمد لله الحمد لله الشاف هادي محضر لنا وصفة الجاج بالكوكا وغيزة المكور مقترح لنا مكياج خاص بالمناسبات الكبرى هودا جنان صباح النور صباح النور ساميرا صباح الخير لكم جميع اليوم نشوفوا كيفاش غالي ممكننا نستعملوا لبيدون ديال ديترجون فاش غالي ممكننا نستعملوهم ليلى شوي صباح الخير صباح النور ساميرا صباح خير لكم مشاهدين اليوم إن شاء الله في فقرة نجوم ونجوم غيكون حضر معنا الصوت من الأصوات المغربية الغنائية الموجودة بالساحة الفنية المغربية محسن الرصدي وجيب لنا فيديو كليف رائع بتحت عنوان ديمة حضر البداية غدي تكون مع زمينا الضيفة الخاصة اللي تكلمت لكم عليه زمينا الصحفي محمد سليم قبل من ذلك سمحوا لنا نعبره على كل تضامون الدعم ديالنا لساكنتنا دور الحسيمة مليليا والنواحي اللي عانوا بسبب الزلزال اللي قاسم مؤخرا نبدو إذن على بركة الله السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله الله يبارك فيك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شنو الكتاب اللي اليوم هدي تقاسم مع المشاهدين غني تكلم معك أخويا حول كتاب علام الغربة واحد الكتاب الطرفي لأنه هداه لي واحد صديق وأنا قرأت كتب واسمه علام الغربة الأستاذ زاهر محمد صلاح الدين أحضر المحلمة أحضر cuilad ل librariesة أحسنت المحلمة قابل لله أحسنت بسرطة على هم موسيقى فأنا موزيقى فأنا أتشاركي بسرطة ربالة وهو نقل على المساعدة على المساعدة منذ عام 12 – 13 عام منذ انتظري لدينا رجل التجار لتكيش في كفة لنديو موت الاندائج ما يتعرفون هذا الاندائج الآن كان هناك كل رومان يأخذ أحد المصابرين ويأخذ أحد أحد المصابرين يحاولون تقديم أشياء المصابرين من الأساسي المصابرين وهي شيء جدا لعندو لأنه يتحقق في رومان فهو أنه يكون فقط فقط يتحقق كل رومان ولكن هناك لدينا أشياء المصابرين صباح النور محمد تليم صباح الخير سعداء بزافتك صباحية دوزام شكرا شكرا كيف جاء البلاتو كيف لك الأجواء أو خانم منلفه لكن جاتي شو يدي الخلاع ولا بدا عادي 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 إذن كتاب قريتو هو العنوان بزير البرنامج الجديد الثقافي الجديد سوليني الثقافي لأننا محتاجين بزاف برامي شقافية تبتس أول حلقة البارح تكلونينا على هذا البرنامج أجل الفكرة للبرنامج كيف تجد ساميرا إلا سؤلت كيف نقول الكتاب اللي قريتي أخذلك أحد الأسر إيجابي في حياتك هم أجوشتك صوبة ديون ملندسي لفياي يومي الأمير إرنست أينيغوي ولمون دي صوفي هذه الفكرة للبرنامج كل نهار كنت صادفة شخص يقدر يكون أستاذ جامعي يقدر يكون شوف أغدو تاكسي يقدر يكون كوردوني صورت مع خراز يعني كل شيء يقدر يكون طفل يقدر يكون أدوليسون أنا كل شيء يقرأ 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 وكل نهار شخص يتكلمني في ضرف واحد دقيقة ثلاثة دقائق على واحد كتاب يقرأ وخلالي واحد أثر إيجابي في حياته أمير الهدف من البرنامج هو أننا نقوله للناس اللي كيتفرجوا فينا بما أن هذا تقرأ رح تنتم وممكن تقرأ كل هدف بسفاعة من البرنامج هو أننا نعطيه للناس أون فيه يعطيهم رغبة أنهم نقرأ هذا هو الهدف من البرنامج لسيلي وحنا في الكواليس قبيلة واحد يعني واحد نتابع تلك واحد القادية مهمة جدا هي أن خارج المحيط دير ضرب داء ورباط الناس يقرأ في طبيعة حالي يعني نحن صورنا في مدينة فاس الملاحظة اللي لاحظة وأن مثلا سيخطوه بالنسبة للشباب الناس يقولون بأن المغاربة ممكن يقرأ بالخصوص بالشباب ولكننا اللي لاحظنا بالخصوص في الناحية الوجداء والبركان وأن الشباب وخاما كينش ما يكفي من الخزانات ومن المكتبات في نشطة الكتوبة ولكن تقرأ أنا ولا التقام اللي رافقني تفاجئنا حتى بالمستوى ديال الشباب يعني طلع الشباب بطرق بسيطة ديرين واحد نادي نادي في مدينة بركان وكيفرضوا على راسهم أنهم يقرأوا جد الكتوب في الشهر وكيفرضوا على راسهم أنهم يهضروا على كل واحد يدار عندك الكتوبة لقرأ في الشهر هالشي يصدف لبرنامج ديالك تنتسا تتكلموا عن المحتوى ديال الكتوب ليقرأوها ديالك كيتكلم عن المحتوى ديال الكتاب ويخلي شوية ديال سيسبانس للمتفرج لشيحفظ القراءة وكننا ضرور كنتكلمو كدليك لماذا في هذا الوقت اللي هو في بزاف ديال الآفات الكبرى لماذا ولا من الضروري ولا من الأساسيات أننا نقرأوا لذلك الهدف من البرنامج أولا هو نعطيه للناس رغبة أننا نقرأوا ويشوفوا ويقولوا بما أن هذا كيقرأ حتى أنا يمكننا نقرأ والهدف كذلك هو أن نبينوا الناس لأن الطريقة هو برنامج يومي من الاثنين إلى الجمعة والطريقة إلى أكريابل هذا الشيء اللي بغت نسولك سي محمد ساليم لأن غالبا فاش تكون شيء ماتير ثقافية وكولتورال وسيريوز الناس ما سيسقبلوها فاشنو هي الحاجة اللي جعلتوا فيها الكتاب محبب للمشاهد أنا كنحاول أن نقناع الناس اللي نديروا معهم استجواب أولا باش يبسطوا الكلام لهم يعني نبفل البرامج لكينا يعني هو الناس والذك المتقف تيبان بأنه هو وحد رجل مختلف مختلف نحن نحن نمشي دف العكس يعني حاولنا الهدف والبساطة والهدف هو نهرسوا وحد صورة نمطية تعطعت على لبكي يقرأ أولا ما تنصوروش نهائيا في بلايس فيغمي دائما في الأكستريور دائما الخارج جعيل في التخام في التران في جرده في كافي ونحن كنتمشوا صورت مع فرص الدرب يعني وقت فرص دي الدرب يعني القراءة ممكن تكون في أي بلاسة باش نهرسوا ذلك الصورة المطيبة بأن القراءة يرى بلاسة فيغمي هذا من جاء من جاء أخرى وأن الأهم حاجة البساطة يعني أي كيساب كنحاولون نبسطوا الأسلوب اللي كنتكلموا به وخاوة شوية صعيب على الناس اللي كندير معهم استجوابات يعني لأنهم ولفوا أنهم يضربوا واحد اللغة شوية اللي كنتم تقولون سوالة الإنتلكتويت يعني الناس يتفهم بأنه يتفهم بأنهم يراهموا ثقاف وإنهم يسعبوا اللغة ديه نحنا حاول ننهر سوالة صورة هذه مهما 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 وكساب القريت هو ماركي أنا أنا أنقول لك هذا فرصة لكساب القريت والذي كيما ماركي هو مشيحة قريت هو السراب نجيب اشتركوا في القناة كتاب صعيب وممطن سهل في كتابة طريقة كتابة التاعو لكن هناك الكثير من الأسئلة الفلسفية التي تريد أن نقرأ كتب آخرين الحمد لله أنني قرأت كتاب أدابي لذلك قرأت بأن نقرأ بأن نقرأ بأن نقرأ ولكن الحمد لله أنني كمّلت خاصم أولا استرجوا هذا الحب وهذا المتعادل القراءة التي فقدناها مع كل التطور العلمي لتعرفوا حتى الوليدات الصغر لن تبقوا في الوليدات الصغر لن تبقوا شيء قرأوا للأسف قلت لي بأن البرنامج جالك سيقدم كذلك حوالي شهد آخرين أنجو كان مصابقة المصابقة هي أن أي واحد ممكن يدخل صفحة خاصة في برنامج فيسبوك أشتغ قريتو و سيعمر فوق مولار و سيكون مرة في شهر سيكون قرأة و مرة في شهر سيكون فائز و يفوز بما يعادل سنه من الكتب و الكتب من اختياره مثلا عنده 18 سنه يربح 18 كتاب عنده 30 سنه يربح 30 كتاب و عنده 50 سنه يربح 50 كتاب و معلين غير يدخل يعني لباش في برنامج فيسبوك و يعمر الاستمارة و يمكن يكون فائز سوف نعود معك اللي أولا سوف تقولي الفكرة من نجاتك الفكرة من نجاتك الفكرة من نجاتني الفكرة هو فكرة جاتني واحد أنا عندي يومي باش فيسبوك يعني كلمة على الناس كاملين كلمة بزرطة على الناس و واحد وقت كان ذلك و من بعد جلو بوك 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 تشانج و أن الأصدقاء تاعك تدير واحد عصر الكتوبة تحديات 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 تسطي الممارد بعد الكتاب بجطوب أحسن بكثير يعني كتك تكلم على عصر الكتوبة اللي يخلوك واحد أثر إيجابي في حياتك و تختار واحد عصر دي الأصدقاء ديالك أنهم حتى هما يختاروا يتكلمون عصر الكتوبة لذلك أنا قدرت انفيش دولي كتورة يعني صوت واحد الكتوبة سواء قررتهم حيث كان خصني نقرأهم فلافا كمسيت عليهم سواء كتب لي مع مرين ما قررتهم و سريتهم و حاولت نقرأهم و لتجني فالك تلتين بما أن كما قال يحسيد بما أن كما قال يحسيد كنت عادي كتشوف عندي كتاب كتب يتقرأ بما سب قلت أنا في خاطرية تقدر تكون يعني تقدر تكون سبب تحفيز للناس أنهم يقرأوا و جاءت الفكرة كتبت يعني و الحمد لله يعني ما رأيك في حالة دي في كنسة يقولوا الهواية مطالعة و جمع الطوابئ البريدية كان واحد سيدا صورت معها و قاتل واحد الحجم عمري ما انتبهت لها قاتل من الأسباب اللي خرجوا من الحويج اللي خسروا شوية القراءة عند الناس و كنسة صغار لأستتي يقول كشني الهواية تاكت تقول لي المطالعة أرق كل هواية ماش المطالعة ما خصاش تكون هواية خص يكون خص يكون عادة خص يكون عادة خص يكون عادة يعني هذي كان بزرد يحويج يقالي بزرد سعى الناس في التغناج إن شاء الله سنكتشفهم سنكتشفهم من إثنين إلى الجمعة من إثنين إلى الجمعة إلى الساعة تاسعة و نصف إن شاء الله و سيكونوا قبل صباحية إن شاء الله ستكون غادة تكون غير ديفيزيو إن شاء الله الناس اللي بغوا يشاركوا معك في البرنامج الناس معلومة سيفتولينا في لابقاش دياليميسون أشتاق كساب قريتو سيفتولينا الإسم ديانهم سيفتولينا الإنغيزيومي يعني سيفتولينا الإنغيزيومي و المدينة و رقم الهاتف ديالهم و نحن نتصل بيهم وأنا سنشجعكم كتير أنكم تتبعوا الحلقات دي الكتاب قريتو لأن سيمو حمد سليم من بين الصحفيين اللي برهنوا على نجاح ديالهم بزاف دي الميادين لهذا الميدان هذا ديال أو لهذا البرنامج هذا ما يمكن لي يكون غير ناجح جداً و أعطي الصورة جميلة جداً على القرية هنا في المغرب شكراً لك محمد سليم على سبيل الدعوة الصباحية و المزيد من نجاحي إن شاء الله شكراً لك نشعر اللحظة عند هودا جنانا إذن هودا اليوم أغدين ديرو شفية العينية بالبيئة الأكيد ساميرا فكن عرفوا بأننا ولينا كنسيبو بزاف كنستعملو بزاف هاد المواد اللي هي منضيفة وكليك تحتوي على البلاستيك كنعرفوا بأن البلاستيك ما كيدو بش كي ياخد وقت بزاف باش يديكمبوزات دونك هذي كيبقى لنا مشكل كبير ديال البيئة فاحنا يا غادي نستعملوهم بحال ديبو اللي غادي نديرو فيهم الغريسات وغادي تشوفوا كيفاش غادي يجين من ضر ديالهم جميل أول حاجة بغيت نقول بأننا ضروري منعتني بلي فاسد ديال الديور ديالنا وهذا راهم شي غير مكلف غير كي يجبن الله بأننا را الغرس راها كي تقام غالي وهذا فهنا كيما كتشوف هنا اقترحت عليكم واحد بحال واحد صور هو اللي عمر بالغرس هذو بالنسبة للناس متى تكونش عندهم الضو في الدر ديالهم أو اللا في الفاسد مضرب شون الضو فهو مصايب بلاستيك هذا مصايب بالبلاستيك وتم ما ديالو جد جد مناسب فكا تبقى الطريقة باش يمكننا نعتنيو بالدور ديالنا أو اللا في السطح أو اللا بسميتو بالبالكون حتى الناس كي بغيون شروا من الاحسان يديرو هذا باش يغطعوه باش يغطعو ذاك شي اللي غادي يكون بين من الخارج فهناي غادي ناخد البيضون كيما شفتو غادي نحاول انقطعوه غادي نقطعو من الفوق هنا درور نستمرو من الشعر هادي نقطعوها هادي نقطعوها هادي نقطعوها فلوسط غادي نفتحوها صافي انا عالبج نستعملوها هنا رادي نجيو ناخدو المقيس نقضي الضوار نقضي الضوار كيف سنستعمل كمشكلة هذه أول حاجة نأخذ فيه التراب هنا يجب أن نخلط التراب مع الكمبوست لكي أعطي الجودة لما عندوشو الكمبوست يدير فيه الغبار كنا عفو بأن الغبار تهي مزيانين قادين نديرو حنايا السبعية كي نخدمو وهنايا بالنسبة للإختيار ديال البلونت فإحنايا نختارو كتير شي البلونت غراس هلاش البلونت غراس هم هذا غراس صفاجيك يكونوا بحليلا ملحمين وحليلا فازقين غلادين ملحمين شنو لي فيهم مزيان هاد البلونت هادو كيمكننا نقطعوهم من أي مكان وعندما يكون فيهم جدر كيتغرصو عتيني هما كيحتوي واللي فيهم جميل هون أنهم ما كي ياخدوش لما بزاف ما كيتحتاش أننا نسكوهم بطريقة متداولة وكيما قلت لكم كيكبرو بزربة فهنايا غادي ناخد غادي ناخد الغرس غادي نعمر هنايا التراب اللي كيما قلت لكم خلطناه مع تراب مع الكمبوست كيش محصل خدمة صحيح هنا ضروري يكون معاكم شيح الداخل اللي عامكم لأنه ما غاديش يقبط الكبوح يعني ما كلكش توقفو حتى لو قفتي غاديتاح نديروه بحال هاكده طبعا هاد الأواني كلها خاص مغسلوها مزيان اكيد لأنه كيكون فيهم لديترجنت يكونوا ما سالحيش الاطلنت بالنسبة فهذا باش غادي مكننا نحيدوه من اللي بو ديالو كيكون في الليل فزقناه مزيان ومن بعد كامبقى وغير بحال كيما شفتوك تبركو عليه باش كيمكلكم تهزو بسهولة وكيتهز معها التراب ديالها وكيما قلنا الجذورة ديالها كيتهزو معها نديروه بحالكة نغرق بعضه سمحلي وقبط مزيان نزيدوه في الجنبات ونغرقوه مزيان حتى غادي يقبط طريقة اللي هي مزيانة نسأل لاش حليت هذيك الليديده ايوه بقى معنا تبعي صباحيات دونك هدا أول واحد صيبناه دونك غادي نديرو واحدة اخرى ساميرا انا مقاشدان هدا اي لا بغيت دونك هدا كيما شفتو واحد الشكل اخر ديالي دي تخجوه دائما نقطعوه هاد الشي باش نقدوهم دونك غادي نعمر تراب طبية الحال من بعد يمكن لكم غير تغسلوهم بالماء باش يتحيد منو هاد التراب اللي كيكون زايد دكنوه مزيان ونحطو هادو البلونت غاس اللي كيتغرسو غير بحال هاكده فاريد هاد نسروة ونسورهم هدوه نقبطوه ونغرقوهم باش ايقبط فيهم نزيد 1997 كيف يمكننا استعملوهم عقلت يا سنرا عقلت ذوك اللي باليت اللي كنا ذلنا هم باش قلسنا اليوم هادوك اللي باليت إما هادين اخدوهم هم اللي غنخدمو بهم أولا هادين اخدو غير خشبات هادين نعلقوهم ندروا بحل جوج دي الخشبات من التحت و من الفوق بحل ديك خوا ونعلقوهم في الحيط هم اللي غدين هادو هادو غيتعلقوه هادين تمشي معي نوريكم كيفاش غادين نعلقوهم كيفاش كيجير منظر ديالهم جميل هادو 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 ننجمونا هادو نخشيوهم على هاتشكل هادا غرقي وحدي هادو 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 هااا uh هادو هادو لأنه سيبدأ يتحرك يجب أن يتحرك يجب أن يكون هناك شيء يجب أن يكون عريضة وغليضة إذا كانت ترقيقة سيبدأ يكحز لكم و لا يجب أن يقبط تلك الفكرة ممتازة أكيد الطولة لكي لا تدفوها نشكرك بزاف عندي لك سؤال لا تكريسه جمعة مع سيكوك 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 فقرة التغذية جميع أن يكون لفاسات البيوت المغربية كلها أظهار في حالك سنرجع لسيم محمد الساديم ونتكلم عن بعض الإقامات التي كانت تحضر خزانات خاصة بهم الناس التي قرأت شيء كتاب كيف تجد الفكرة؟ فكرة جميع القرأة عادية تابين جيران تابين جيران قرأة كتاب وقرأة واحدة آخر هذا هو الهدف لأن هذا القراءة أو شيء ضروري لا تقوم بإختيار لكي نحارب نحن نقرأ متفكة متفكة طبيعة مع الثقافة يا سلام مجال آخر مجال التغذية ومدخل الطبيعة لما لا سأتحدث عن سيكوك مع السينة بلعيشي سينة بلعيشي دائما تشكر لنا في سيكوك خلاص لك كان بالبولة الشعير ما هي المزايا؟ سيكوك سيكون بالبولة الشعير ليس شيء أخر لا السيكوك سيكون بالبولة الشعير باللبن هذه هي التعريف ديالي هي القاعدة لأن كل طبق عنده التعريف دياله لأن دبولة لدينا واحد المشكل صغير وأن تدخلوا بعض شيء أمور في حالة بمتنظروا الكسكسو كسكسو را ما فيش اللوز مقلي را ما شدوا التعريف ديالكسكسو را إضافة اللوز مقلي الكسكسو را هذي كاريتة عظمى في الطبق المغربي ليش نكونوا واضحين لا 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 شوف لا 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 شوف الحسن تاني الله يرحمه والله ينصر سيدنا كندر كتاب جمع فيه التعريف ديال الطباق المغربية كل طباق المغربي ما هو؟ حيث من تدخلوا الكسكسو بسبعة خداري عنده واحد تعريف دياله ما هو خاص يكون فيه؟ من تدخل على التاجين الشلحي عنده التعريف دياله ومن تدخل على التاجين السلاوي عنده التعريف دياله كين هذا إبداع ديال حاجة أخرى ولكن لا تسميش كسكسو حيث بعله شنا تدخل ناجد وانا تلقى في الحسن ثلاثة تضع كسكسو حالة بالقنايز مثلا تضع كسكسو فيه البيض وفيه اللوز مقلي هنا تنولي وتنخسر ولكن على حسب المناطق السنابيل يا شيحي تتخل لك اشتركك تعريف التاجن كيلينار ليس سعر بلوز مقلي واضح تريد ان تضع لوز مقلي اختار على الطبق ودر في اللوز مقلي ولا تسميش كسكسو ليس كسكسو لان لأيش وغيرة لانا تتخل لك انا أقول لك انا سبحنا تنفقدو التاجن كيلينار دياله واسه الشاباب اللي غيطلع لانا غي عرفش اشنا هو التعريف الحقيقي لانا حتى تتشوف أوروبا مثلا دعوني في الفرنسان لديهم كورينيار وصيبونهم هذا ما هو التصوير نحن لا يطولون كل شيء إذن ساكوك في الأصل وفي التعريف حوله هو البلبول تشعير باللبن أنا أقول لك الأن علمياً أشن كيف تفد ساكوك إذا كان من الأساس يسماينا نظرون الساكوك وسنعرأي عجبنا الحال وأريد أننا نظروا ساكوك لا العلمياً الآن العلماء التي في التغذية كتشفوا مثل المسألة التي كانت عند المغاربة عند مفاتنا وعند بابوشعي بشكل هذه حيث دائماً أنا تنربط العلاقة علش تخلطت هذه معنات تخيل كنا جينا وقناهم تدلوا لبن معلفت غنشربوا لبن معلفت غنشربوه علش اللبن معلب البولة ديف الشعير وأنا بغيت السادة المشاهدين نركزوا معي مزيان تنعرفوا بأن يكون شيء يتدر على البروتينات البروتينات كاين أصل حيواني وأصل نباتي البروتينات من الأصل حيواني تنقولوا بأنهم أشح أفضل شي شوية من البروتينات من أصل نباتي علش لأن الأحماض الآمينية التي حتى تحتاجها الجسم كلها التي لا يمكن أن يصيبها تنجيبها من أصل حيواني الأحماض الآمينية التي في أصل نباتي كان في البن يعني الأبعد من هذا ما يمكننا نقوله؟ أحسن خليط بروتيني يمكننا نجيبه من الطبيعة والتي تكون عنده قيمة غدائية عالية بزاف ويسلحة الرياضية؟ هو ما بين البن والبلبولة، لماذا؟ ليس فقط غير في الجانب البروتينات، ما تشدر على الشعير؟ فيها الفيتامينات المجموعة بالإضافة للنحس، بالإضافة للسيلينيون، بالإضافة للفيتامينات الأخرى تشدر على البن، فيه الكالسيون، فيه البروتينات، وفيه نسبة قليلة من الدهنية، لا يوجد مشكلة والبلبولة فيها النشويات، تشدر على المكونات الغذائية الثلاثة في وجبة واحدة والفيتامينات التي تجعلها تستعمل هذه المكونات الغذائية الثلاثة، يعني ماذا يعني هذا؟ أن السيكوك يعتبر وجبة، يعني تقدر أنك تغذى بسيكوك، تقدر أنك تعشى بسيكوك حيث الآن الناس ربما تيأخذوه مرة في السمانة، ربما مرة في الشهر، ربما بالكسكسو البيض، ماشي بالبلبولة، ماشي نفس الفوائد، ماشي نفس المنافع بالإضافة لهذا، أنك ماذا تأخذ هذا الطبق دير سيكوك؟ واحد الدراسة أمريكية بينات على أناميتي جامع عندي، البوتاسيوم، المانيزيوم، فيتامينات المجموعة تأثير إيجاب الخلايا الدماغية، ما يمكنني أن تجدها؟ تجدها في سيكوك؟ يعني أن سيكوك الأساميرا يعتبر مصدر مهم البروتينات بالنسبة للمرأة الحاملة، بالنسبة للمرأة المرضعة، بالنسبة لذرية، تقرأة، تحبو، تغيب الشرم مرأة حسين تقول لهم لا تأخذ البن لهم؟ مرأة الحاملة؟ لماذا لا تأخذ البن؟ لا تأخذ البن لما كانت مصدره على المشكلة لتسمم بعض الأحيان تقدرون الباعة التي تكون لهم لا تكون معاقمين ماذا نرأيك في الناس الذين يقولون أنه في الشيئ يأكلوا سيكوك يتنفخوا؟ هذا مشكلة ليس في سيكوك، هو ما فمعتهم لأن المعداد لهم فيها مشكلة، المعداد لهم قهلوها بشخورين قتلاب المقليات في الزيت أو قتلاب أمور أخرى أو تنفخ، لا تبقى قادر أن يشمل هوا سيكوك سيكوك بعد عشرين عام، ثلاثين عام، ولكن لا تتعامل سيكوك لا تتعامل سيكوك، لا تتعامل سيكوك، لا تتعامل سيكوك لا تتعامل، بالعكس أن الأنزيمات والمكونات الزيتائية التي يوجد في سيكوك تتلعب دور إيجابي بالنسبة للجهاز هادمي ويحفز إفراز الأنزيمات على مستوى الجهاز هادمي هدفة التناول سيكوك، لا يجب أن يكون لنا أحياناً من يوجد، وإلا كان، يجب أن يكون يومي، أنا أتأكد على كلمة يومي، لماذا أتأكد على كلمة يومي؟ حيث المشكلة التي سبعدنا الآن هو المشكلة هي النقص في المكونات الغذائية التي هي قليلة في طبيعة، وهي النحاس، وهي السلينيوم، وهي الآخرين، هذه المكونات الغذائية كيف يمكن أن نحقها، كيف يمكن أن نجيبها؟ بالتناول هذه الأغذية، فهمت أن تناول سيكوك، وجبة كاملة لا تعلم كلمة كاملة، كما يقول كاملة كاملة، ولا نجيبها مجسكول، لا تعلم أنه في العربية مجسكول لا تتحدث كاملة، في بعض الناس تدمنوا أن ترى ماذا تشيخص أنها تظروا عليه، يوجد بعض الناس لأسف، في قارنة 5 جرام أو 10 جرام، وتغذية، وتريد أن تدخلنا هناك أشياء التي نحن لا علاقة لنا. تقول أنك سيكوك لا يوجد شيء قديم. لا يوجد شيء مستقبل. لا يوجد شيء مستقبل. لا يوجد شيء مستقبل. في قسمنا بلا شنار نعرف الفوائد التي يوجد في السيكوك. ستعطي أول شيء. ستعطي أول شيء. وهذا أفضل شيء يخصيص على علاج. لأن هذه البروتينات التي يوجدها. والسكرية والنشويات. تفرض إليكسيت. تتحفزهم. تتأكل الوجبة مورا. كيف توقع؟ تكون الأنزيمات. كل هذه تفرضات وعملية تدوز بسهولة. لماذا كانوا يأخذون هارج معه؟ لماذا كانوا يأخذون هارج معه؟ لماذا كانوا يأخذون هارج معه؟ وسيكوك من تنظر على سيكوك؟ كل المقابل ديالو. يلحصوا بالحليب. تقريباً بحل بحل. غير هادا تتدرب. لأخر تتدرب الحليب. هادا تتكالخضر. هادا تتدرب. لا يوجد فرق بيناتهم. ناكلوا هادا أو لا ناكلوا هادا. ولكن بشكل يومي. سي محمد سالم. لماذا لا يأخذون سيكوك؟ لا. لماذا لا يأخذون سيكوك؟ لدي سؤال عياشي. كيف يكونون مجموعين. مثلاً كسكسو بلبولة. وتتكسع البن. يعني لا يكونون مخلطين. حساب مفهم. يتخلطون. ما الأفضل؟ ما الأحسن؟ أنهم يتخلطون وتفزق هذه البولة. ولكن هذا ليس مشكل. إذا كنت تأخذ كسكسو وتتشرب عليه البن. أفضل من هنا. أحسن من أنت شيء شيء. ولكن إذا كنت تفزق البولة في البن. وتتشربها. ستكون لدي سيكوك شيء كبير. أخذ نبيل عياشي. حساب الناس اللي سيدلو سيكوك حتى سيشتشي شوية من القصعة. لا. 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 ديري ديال سيكوك بوحده. وديري ديال كسكسو بوحده. وزادك جرسي. وزيد عشرة كيلو. لا أقول لك، لماذا ستزيد؟ أنا أجل لك، لا أخذ نقطة كميلة. هذه النقطة الأولية. أخذ نقطة أولا. النقطة الثانية البولة. في العلياف الغذائية التي تساعدنا أن نبتهم من نسبة الكوليسترول. في الوزن ستزيد. والبروتينات الذي فيها، تجلب بروتينات من البولة وبروتينات من البن، هي صعيبة فيها. تطلب طاقة. سوف يأكلها الجسم يفرز الطاقة لكي يضم هذه البروتينات الرياضيين لا تقلبوا على هذه المنطقة الأخيرة اليوم سيكو 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 محمد سليم سيكو لن تكترون ماذا ترجمون السيد سيكو 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 وضع سيكو او سيكو وهو الصعب unit واحد يعني واحد السكر واحد السير علاش الدجاج بارفوم اللي تن شويوه أو اللي تن طيبوه ما تعطيناه زي كنك هاللي بغينا دونك أنا يا غادي نديلكم هالطبق هذا ديال شو ولكن زيت فيه واحد شوية ديال الكاكاو الكاوكاو الكاوكاو مالح اللي تن 150 جرام ديال الكاوكاو بالنسبة ل 500 جرام ديال الدجاج تن ملحوه وتن ديروه في الفرار حتى كيرجع وما تدقي باش تعرفي حلع نمو الزريعة دونك تنحتاجوا له واحد شوية ديال السكر البورني واحد جمعي القط ديال البودرة ديال التومى اللي بزار والملحة واحد جمعي القط ديال زيت العود وكذلك العسل دونك وشوية الحامض واحد البصلة صغيرة لكان شالوت هذي ولما كانش شالوت ديرو غينص صغيرة دونك أول حاجة اللي تن ديرو تناخدوه البصلة مهم ناخدوه كشير صباحية تنناكلوه تنقرهاو شكرا أنا رس فكرة سيناب العياشي ما هيقول فاشغ يقول ولي بدجاج من الكاكاو ما غضو بالعكس سيناب المتفكو حالي لأننا درنا حلقها على الكاوكاو وهو بالعكس سيناب المترجع لعادات القديمة ديالنا نأخدو شوية الكاوكاو ونأكلوه مهش منالح بل حق وبطبيعة الألم تفك مع سينا فيلا أي شيء من نسبة الكوسكوس يعني البلبولة ديال سيكو فراها زوينة وبالأخصي لازلنا معها شو ديال الفول الفول؟ بطبيعة الحال ونزيد واحد الحاجة أخرى ولدرنا معها عالتال لفت فورنا اللفت معها وقدمناها تعطيها حد نسمة هائلة عجيب ضمك تنهز هاد البصلة تنحطها هنا من بعد تنحط تومة جو جمعي القديل تومة تاب هدي بحشة المولي لغادينا نرقده فالدجاج ايه تندير سكاربوني واحد العاشق بالحلاوة بالحلاوة لأن هذا طبق حلو وهذا هم الأسرار اللي تنجيبه باش تنعطيكم الجادد وتنعطيكم السر ديل هذا الأطباق هذا لأن دجاج بارفوم اللي تنجيبه من السيوتولة كان مدبح مع مركض طيب تبو هديك السعر سيكون قاسح كيكون خلي واحد الليلة هو عند استاد الأسرار الدجاج عند استاد الأسرار من هذا الأسرار هادو أنه خصنا الرقدوه وكالي تدير الخل أنا أنت نصحكم أدير شو الخل ديرو الحامض ديرو الحامض خليه للكاملة يتغطى وتنديروه في تلاجة باش كيذلك اللي في برديل وكي تترخاو وحتف طيب كي جينا ساهل نزيدو شوية سكين جبير تيب منو سكين جبير بطبيعة الحال تنديرت الملحة من بعد تنأخذ الحامض تنديرو شوية القادية الحامض صورين تندخلش شوية لكوزينة سالي محمد ساليم؟ نزيدو شوية تندخل شوية تنطيب شوية تنخربك بعد مرات الصدق بعد مرات ما تصدق والمهم محاولة كينا نعم لأنني لم تصدق لها هذا الدجاج هذا كيف نريد نقوم بشوية يمكنني أن ننجل بحلقة أول شيء قبل ما ننسى الدجاج تنخطو الصدر أي شيء نقوم بشوية صدر بالنسبة للقطبان نحن نقوم بحلقة على شوية عاجلك الصدر من الصدر الدجاج باش نشوية تفتح يجب أن تفتح نجد الحالة هنا إما صدر تخليه كامل تنطيبه وما تنحادي واش لأنه إن فوتا تهزو في ذلك ما كاملش لأن الججمالي تأتي بتتطرف على رأسه إلا خلينا حطيته وقلبته تيعواج أولا خسوية تفتح واحد شوية باش تلك الألياف يتترخى وما يمطون ذلك سميتون ذلك الجلدات اللي فيهم بتنفتحوهم باش كيف تمرتاح وما تبينا المليين شريوه باش يعطينه واحد الحجم كبير نشدو رولو مع شي بلاستيكا ونحطوه ندقه واحد شوية باش كعطين ندكا سميتون وما تطيبوش ومتيل لاشريتي ما تطيبوش إيه عبال إتنخاشي شوية دوق هنايا قد نأخذها الكوكاو كوكاو نعم دير زبدة الكوكاو ماذا تطيبوش زبدة الكوكاو ماذا تسلك سميرا وتنزل فى أول حاجة هو ياخد شوية الوقت لأننا علاش ما هذا نطحن هو ينزل يناديك الزيت دياله غير مسحول انتعجسا سألت لا ممكن تصلي حام صغيرة نطحنهم بعد فنزيدو له العسل يستطيعون فعلا معك وت Haben بحيح Hyun يساعدون الخلال ستحتاج للاطبق لأن متقوم باربط ومتMcC بحيح مهم تقانsz نطحنه فيه حتى يترجع لنا بحالة شكل هذا بحالة شكل هذا نوري لكم حتى هنا كيف هجا غير هنا تخصوا واحد لخمسة ستا دقائق هو تتخدم يتخدم مزيان ما فيها بس نحن ناخده شي شوية باش ننسمو به نحن الطريقة هذه وتنكتروا نحطوا هذا فيها بس نحن نخلطوهم بحالة شكل هذا وتنزيد ونحطوا شوية لزيت العود شمعي القات نحن نبدأ لكاكاو اللي كتبع بسيبير مارشي غير كاكوم وطحون كتبعنا في المغرب طبعا تتبعنا هذه فلتت لي هذي سهلة شدو غير كاكاو تحمروه وديرو لي فيه الملحانة وش نزيد فيه الملحانة لانا دي جادرت الملحة في سميتو وطيب قايت تتحن ولكن خصوية تقللو خصوية نومشي تقللو يتحمر في الفراء كان قون تتحنوه ونطحنوه ونطحطوه حد الخمسة حد عشر حتى نحسو ذاك الزيت تنزل بحالي غدي ندروا ذاك شكل يال آملو حالي يورينا لهم حلوقتها آملو بلا طنكتة قط حن ذاك الكاكاو من بعد تزيدي فيه العسل هما كاني ما راح يخرين كيجير كيلي كيجير فيها الصويا ولكن الأساس يبقى دائما هو كاو كاو هذي طريقة سهلة لغيخص ذاك الزيت يال سميتو من بعد تنخليه هكذا وتنخليه هيرتاحوا واحد لمدة ربعة حتى خمسة سوء لأن من الأسرار ديال الطبخ كان مثلا الحم لابد للحم تأطوه باش يرتاح حتى من يطاة الطيبوه تنزله ونخليه يرتاحوا واحد شوية كان مثلا تجاج لابد من ستاة سوية على فوق كما من غير الحوت اللي من دوزوش في عشرة دقيق ديال الراحة دوت بهكذا سمحين لأختي ساميرا تتترن تترن ناخد واحدة حمول ليكو وتنذيروهم قطبان تتوان بحلاكذا وتنشويوهم أو لا تنذيروهم فلفران تنرافقوهم مع رفقوهم وما تنذيرو لهم شي حاجة المقلة دايما خستكون سخونة هدو حتى هم من الأسرة ديال الكوزين دايما المقلة خستكون تفليوها سخونة وما ديروش فيها الزيت حتى الأخير لحدة ما تاني اللي بغتوا باش تنسموا لشي حاجة أو لباش ما تلسق لكم مش لشي حاجة تتديرو شوية ديال السيت تتحسبيه الجنب ديالو هنا بداكي طيب نصديرو طيب تتقلبو من بسا مينتها هو طاب لأنه هو ديجا هذا طاب في التوابيل ديالو بقال لنا واحد المدى ديال ستتسويح في تلاجة دونكرا هدي جالبرو ديال طيباتو وما نزيدو شامد والحامد حتى هو الحامد وكما قلت لكم قبيلا نحاولو ما أمكن الدجاج دايما نعطوه الوقت ديالو باش يتبع على خاطره ونخليوه يترقد على خاطره باش كيتحلينا دوكلي فيبو ديالو كييرت ترخاو وكيجي سهل الهضم حتى الهضم نشوفو الطبق نهائي سنة نعم نشوفو الطبق نهائي وخاص به هديت الدق معنا سي نتمنت سلين بشترنتي المشاهدين الرأي ديالك ما شيف الكتاب لكن في الكتبان ولا بدي دق كتاب كليتو كتاب كليتو في سباحية دوزام نعم نختموه بصحة والراحة بسم الله شكرا 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 كيكي يبقى من الكتاب طيبوك يبقى هو هو ماذا فتيم فتيم طبعا كين نسمي ديالكوكو كين نسمي ديالكوكو وحتى اللي بغى شطلي شي كاوكو هذه العجينة لشطلي ماذا بيحن حطوها تماما ويبقوا يديروها بيقدموها حتى هي ويبقى يقدموه معا الروز يقدموه معا الروز ويقدموه بصحة والراحة شكرا اللي اكشف هادية على وصفة اليوم نمشيوا اللحظة عند غزة مكوار وفقرة الجمال صباح الورد سامرة وصباح الخير مشاهدي صباح يتزام فقرة تغذية ولا فقرة الجمال اليوم هو دائما الجمال الخارجي عنده علاقة مع التغذية لك لكنا في صحة جيدة وفي تغذية متوازنة من الداخل وكان عندنا الدات في صحة جيدة ولا بدل وجه ما هو غير مرئات ما هو غير مرئات الدات ديالنا من الداخل دونك يعني سيدات يخصون يعرفوا بأن التغذية عندها دور كبير ودور يعني الخبراء ديالتغذية اللي تيجيوا معنا تحنا تنستفدو منهم دور ديالتغذية مهم بزاف في العناية بالبشرة وفي الشعر ديالنا دونك اليوم غنوريو سيدات المنافع ديال الجزر على البشرة وماشي غير الجزر كين عدة مواد عدة نزال ليمان يعني عدة خضر وفواكه اللي فيها لبيتا كاروتين هالفيتامين هذي لبيتا كاروتين هذي المادة موجودة في الجزر موجودة في ماتيشا موجودة في البرتقال موجودة في القرعة الحمراء مالغزمون اللي ما كنستعملوش بزاف غير معادة اليوم الجمعة خاصنا ندخل في التقاليد ديالنا نوجدو شربات ولا ديالجو يعني كين سيدات اللي عندهم ذاك العسارة اللي تتخرج لهم غير ما دياليو فخوي يتعلموا أنهم يمكننا نعصروا الجزر يمكننا نعصروا المعدنوس اللي هو غنيب لفيتامين سي يمكننا نعصروا حتى للقرعة الحمراء ونشربوا الماء ديالا لأنك يعطي الإشراقة بزاف خاصنا عرفوا بأن في الهند قبالي في الكواليس نتكلم عليه كاميروان بأن في الهند كتبارك الله كين عندهم الجمال ولكن المشكلة هو اللون ديالبشرة كيكون داكن اللون غادي داك السرقان تغن ما تيكونش جميل دونك فهذه المسابقات ديالماليكات الجمال ديالهالمنطقة في اسيا كيستعملو تلتشهور قبل ديكور ديتوكس وديكور باش ينتجو المادة الميلالين زنا عرفوا بأناليزا تعطينا اللي في بونمين واللون ديالبشرة هي الميلالين وهذه المادة هذي الجزر تنشطها كتير وكتولي عندنا البشرة زي ما في إشراقة ديالان ديال دونك شنو غنوجدو اليوم ساميرا غنوجدو هذي الكريم لأن البارح وجدتا للسيدات كريم اللي هي اللون ديالا شفتيها غادل شوية البوطقالي فيها المستخلص للجزر وغاني نوريون السيدات كيفاش يمكن لهم يحضروا كريم بوحدهم في البيت أطاح عليهم مرخيصة ولكن المنافع ديلها كبيرة بزافة فعل البشرة وغاد نحضروا اي ماسك يعني السيدة مره في الأسبوع ستدير واحد لماسك لغاعتها ليفي بونمين خصوصا السيدات اللي تكون عندهم فقر الدم تكون لتان ديالهم بالشاحب غاد يتعطيهم انكود فويل للبشرة نحضروا كريم باش نربح الوقت غان ناخدوا يعني واحد انكاسخول حيث غان دوبوا فيها ساميرا البردو كاريته مني تنبغيو نحضروا دائما كريمات والشامبونات طبيعيين لتكستور باش نحصلوا على هاد هاد المادة هكذا ولا بدك خصنا نستعملوا البردو كاريته لأنها بردو كاريته كتدوب ولكن مني تتخليها كتبرد كتحود جمالينا المكامل ونحصلوا على هاد المادة كريمات خاصنا نستعملوا دائما بردو كاريته هاد مئة غرام كاملة ونضيروا هاد الدوب دوبنا في مقيلة ونحضروا باش ما تتحرقناش خاص هاد الدوب ما تتحرقش هاذا غاد نزيدوا باش السيدات يكون عندهم المقادير سهلة في مية غرام ديال بردو كاريته سوف نضع الزيت أرغان نضع الزيت أرغان نضع ثلاثة دهن نضع الزيت أرغان نعود نذكر السيدات العسل الحور غني بجميع الفيتامينات والمعادل التي تحتاجها للبشرة أو للشعر البشرة ستستفد من جميع الفيتامينات اللي في العسل وغادي دلنا دا كليف في الفطن وكيعطي احتها واحد الاشراقة من بات نحركو بحلقة يمكننا نستعملو خلط كهربائي إلا بغينا مكنش مشكيحنا نعطوهم فكرة وهما في البيت يخلطوه كيف ما بغض وغادي نستعملو معلقة كبيرة ديال العاصر بحلقة هنشطو هنا عاصر دا جوج ديال الجزرات شتبك الله شحل فيه ديال الماء وخا ما كانش تشتهد العام الحمد لله الخير موجود في في المغرب وغادي نخلطو نغمال ما ندوزو في خلط كهربائي وغادي انفوي بايش يتجانس بايش يتخلص يتخلط كل ما هو توس كيقغا مع مع الماء ديال الجزر وغيب هالطريقة سميرة وانو شفتي اهو بدأت يتخلط غير بشوية قبل ما يبرد قبل ما يبرد قبل ما ندروف انفلكون ندروف بشي بواطة بحالك دا من الاحسن يكون ديال منزاج ولا بلاستيك يكون مزيان جودة عالية على هنه هاد الكريمة إلا وجدنا بهاد الكمية سميرة من بعد يومين تلتيام كيمكل تفسدلينا إلا ما ندرناش لها ان كونسيرفاتور لاحطينا ما ندرناش شي حاجة اللي غادي تتخلط بقى مدة أطول وباش نحافظو علي المدة ديال تلت شهور غادي ندروف خمسة القاطرات من زيت الأساس اللي عنا في البيت ولاننا نعمال ما يمكننا ندروف زيت الأساس ديال الجزاء ولكن في المغرب صراحة ما كانش وانا قلبت عليه ما كانش ستعملنا خزامة ستعملو الورد أي زيت أساس موجودا لانا سيود الأساس ستكون غالية غالية دونك ببتداء من خمسة وثلاثين درهم حتى الميتين درهم حسب البودجة كل سيدات تاخد زيت اللير والرائحة اللير تحت فيها هيا دي لك خيم ديالنا واجدة غادي ندروها فلوبوب ونخليوها تبات في تلاجة واحد تناشر ساعة والصباح تتصبح لنا بحال عبدة دونك هالفكرة السيدات الأولى الفكرة الثانية بالنسبة السيدات اللي اللي تيبغيو كي اللي كي فلاصة لك خيم كيبغي في بطل ماسكات واداك ديوم صهلة الماسك ديالنا غن نحضروه من لغجي الغوش يك وطيل الأحمر والماء ديالجازة دونك نخلطوهم بجوج خلطوهم هنا قاعدة واضحين حينته طوكن من لغ يبحل أكده وفعوض ما ندروا الماء وارده لذا غنستعملوا غيل ما ديالجازة وغادي شوفوا السيدات بانا مش كين هنال الماء ديالنس لأني مكن نحت هوا نخلطوه وننطحنوا الماء دنوس مع الجازار وناخدو الماء ديالو وهو اللي غنخلطو بهذه الماسك وهو اللي عادت ترشتين لسيدنا معنا وغادي نديرو الموضيل ديالنا وننخليولها واحد عشرة ديالتقايق وغادي يشوفوا السيدات بأنك يعطي واحد الإشراقة جيدة بزف على حسب اللون دي البشري لكن السيدات سامرات بحالها كده اللون ديالي ويعني مع الأشي عادية الشامس يتعرضوا لها لو الثامة يبقاش مزين يمكن أن نديرو حتى نمشي ومع حتى نجوج مرة في الأسبوع ماشي مشكل وإلا كانت سيدة هكذا يعني اللون ديالها فاتح تلغي مرة في الأسبوع يعطي هدك بحالة في بحالة إسلي برونزي بحالة صفرات لشي بلاد بحالة برونزات واللون ديالتي يكون مرتاح واللون البرتقالي يكون في الوجه جميل بزافة ساميرا وكلنا تنبقى نحصلوا لك لفة برونزان في فصل الشتاء لك إذا بغينا هدل فيم كنا نستعملوا الوصفة التانية تانية سهلة واقتصادية لغجي الروج لغجي الروج كنا نتكلمنا على المنافع ديالانواع ديالطين ولغجي الروج متواجد في الأسواق وتمان جيد مناسب والمنافع ديالطين وجاميل ونحيدو هدل هدل ماسك نديرو مبعد الكخيم نديرو لكخيم هتكون سيون كخيم دونوي الليل بالليل نعرفوا بأننا غنزيدو معلومة بالليل يمكنك يكون البشرة ديالنك ترتاح والخلايا ديال البشرة تجدد بالليل دونك في الليل اللي اللي استعملنا المنافع ديالطين مع العسل مع المدير الجزار بغدو كغيطي الترطيب وخصوصا ندرنا زيت الأساس ديالخزامة ليفت خي غلاكسون يكونوا أكيد من الصباح كصباح الوجه في إشراقة في ترطيب معمق منافع ديال العسل كذلك وفي صحتهم ورحتهم شكرا لك أعزان بوار على هذه الوصفات ديال الجزار دائما فقط الجمال اللحظة غدي نشوف نستقبله ضيف ليلة شوي فقط نجوم ونجوم والختام دائما موسيقى وفن معاك ليلة شوي اليوم ستعرفينا بالجديد ديالفنان مغربي من المواهب اللي برزات سوديو دوزام أكيد ساميرو هو صوت عربي ومغربي طروب وشاجي من القلب كيف ما تنقوله من القلب أغاني كلها ديالك جميلة والكلمات والإلحال كلها ديالك جميلة اليوم معنا محسن الرسادي مرحبا بك معنا في صباحية دوزام نهار كبير هذا أول مرة في صباحية أول مرة ليلة شارف لأنني أنا متتبعين ديال صباحية دوزام وليا شارف بأنني كنت قلت معكم وآخيرا وآخيرا العمل ديالك غانين شاهدوا قريبا أو غانين شاهدوا بعد اللحظات إن شاء الله فانتفننت واجتيب الجائزة الأولى في صنف الأغنية المغربية والعربية في مصابقة ستوديو دوزام في 2013 وقبل سبق ليك في ستيب الجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء الأغنية العربية في 2011 أخيرا كيف ما تنقوله العمل الجديد اللي كانت نتضروه كل المغربة جبتيه لنا اليوم فنخليك تتكلم لنا عليه وعليش هذة الغيبة هذي كولها في الحقيقة يعني كنت في اللول كنت سنة لأن دوزام كنت فشخديت اللقب أعطاتني يعني هذة الفرصة باش ديلي فيديو كليب وديلي أغنية يعني أحاولت مأمكان بأن تكون شبابية باش وصل لواحد الشريحة كبيرة ديالناس أغنية اسمي سادي محاضر هي من كلمات واحد الكاتب شاب اسمته أيوب وزيد ومن ألحان ديال أرضوان الديري اللي عنده تجارب كبيرة مع فنانين شباب بزاف واللي ساعدني لأن هذا هو ستيل جديد عليها أنا متعود على الأغنية الترابية فكان ستيل جديد عليها فهو ساعدني وهي من توزيع الموزيع رشيد محمد علي والإنتاج ديال دوزام وإخراج ديال داني يوسف تبارك الله لك أغنية جميلة وفيديو كليب رائع جدا كنشوفه محسن الرصادي يعني بواحد شكل تاني معرفتش بدأ الجمهور المغربي عنده واحد عنده واحد يعني كمحبوب أنت عند المغاربة فين ما تقول لهم محسن الرصادي يعني واحد الحاجة اللي بصمتي بها كل مغاربة شنا هي والصوت ديالك والحضور ديالك وخبت دلت ده بشكل ده بلولوك جديد ديالك دعافتي دعافتي جمعك جاني جاني يا كساميرا صحيح هاني عن فاش كنت في سوديو دوزام كنت من البرائمات الأولين وأنا اللول في الصوت هذا دليل على الحب ديال الناس وكنت كنغني بزاف يعني كنت كنختار دائما الأغاني المغربية يمكن هذا خلال المغاربة كلهم يتعاطفوا معي يعني كنت كنحاول ما أمكان ما نمشيش الوسيل الشرقي بزاف ولو أنا الشرقي يعني رات ربينا عليه وكذا ولكن الأغاني الطرابية المغربية فأغنيت بزاف أغاني للرواد ديالنا لا داعي لذكر الأسماء فهدش اللي يحبب واحد شريحة كبيرة للناس يكي يقولك بأن محسن روصادي عزيز عليه الأغاني مغربية وكي يحب الأغاني مغربية طرابية صدراء صدراء عزيز على الناس كاملين الأغنية جميلة بزاف فيديو كليب تقل لنا القصة أو القصة زوينة الكلام يقول أنا فهو كراني صابر غادي معاك بالخاطر فيما بغي سيسكون أغاني دي محار فكان هضر على ولدي اللي غادي يكون معايا فالولية اللي كم بغي نحييه رايان اللي عد بنا معنا بزاف تصوير كان هضر على ولد حاولنا نخرج من ديك علاقة الأب والإبن أديانه بين أنا وبين والدي الحمد لله يعني استحسنوها الناس بزاف لأن لحظتي الفيديو هذاللي فيديو كليب بجداد ولو كي بازوا بزاف على البنات غس يكونوا معك بنات أنا حاولت ما أمكان بأنني باش كل شي تفرج في الفيديو كليب يعني جاء الناس تكون غالسة مع الوالدة ديك تكون غالسة مع الأب ديك تقدر تفرج فيه فالحمد لله استحسنوه الناس وعجبهم كم غير نحيي المخرج دانيوس تبارك الله عليك محسين دروسادي قد نخلو المشاهدين يشاهدوا مقتطافات من هذا العمل اللي هو من إنتاج القناة الثانية دوزام ونرجع نكمل الحوار دينا مع محسين دروسادي أنا في هوك راني صابر وغادي معك بالخاطر فيما بغيتي تكون غطلقاني ديما حاضر غطلقاني ديما حاضر فعنا ديما نتحاد وغادي معك بالخاطر فيما بغيتي تكون غطلقاني ديما حاضر غطلقاني ديما حاضر فعنا ديما نتحاد وغادي معك بالخاطر وغادي معك بالخاطر فيما راتعها قد رجع لي كل متأكد قد رجع لي كل متأكد فيما حاضر قد رحل موسيقى العربي كامني نيوه مولحين وتوزيع ديال أسامة باهي كنوجه لهم تحية لأنهم واقفين معي بواحد طريقة يعني واقفين معي بزاف أغاني طربية مغربية بإقاعات مغربية بتوزيع يعني صحيح كيف ما كان نقوله إحنا الموسيقيين يعني مشي هاد شيء جديد ما لقيتش راسيف هاد شيء جديد هذا هو الواقع فغادي نرجع للطرب المغربي وكانتظن بأنني كيف ما الناس هقفوا معي في سيديو دوزان فغادي يبقوا معي منحتي تلبوتي تلبوه المغربية المغربية وكان واحد جمهور بأن أغاني مغربية طربية من طراز الرفيع يعني يعني ذاك الشي اللي كي بغيو الناس الكلام الموزون الميزان المغريبي الأصيل ما شيدو كل هاد الهدل هاد الهدل موحسي نرسد يلقى واحد دعم كبير معند الجمهور واش لقى دعم كبير كذلك من من الفنانة والملحينين اللي كين يمتواجدين الحاليين كالسحة الفنية يعني كان واحد تعامل غادي يكون مع محمد الرفاعي موحسي ملحين شاب بقي ما يعني بقي نواقفين على شعير الكلام وعلى اللحن كيفاش غادي كلنا فأنا متخوف متخوف من هاتجربة لاش؟ لأن أنا ديجا ديجا كان وجد في أغاني يعني طربي واحد المستوى عالي مع ملحين يعني اللي خليت معا الجائزة الأولى في مهرجان أغنية العربية اللي هو العربي الكاملي فكانت تخوف باش نتعابل مع شي ملحين شاب خص يكون خص يكون شي خطوط حمراء اللي ما غنقدرش نديباسيهم الكلام يكون موزون الكلام يكون زوين باش نحاول ما أمكان ما نخرش على ذلك الناطق اللي شافوني فيها المغاربة في السوديو دوزان اللو كينا مهرجانات غا تشارك فيها هات السنة كما قلو 2016 هتدخل عليك فالخير إن شاء الله كينا عمل جديد اللي عملتلي مع القناة التانية والأعمال الجاية ديالك ومهرجانات كذلك اللي نذكروا بها المشاهدي اللي غا تكون فيها كلنا غا تكون تكريم إن شاء الله ديال المرحوم الأستاذ محمد الحياني غا تكون إن شاء الله بالذكرى التاليسة ديال الوفاة ديال أحمق طيب العلاج فكيكون مهرجانات اللي في المستوى وكان اديو فيهم أغاني مغربية طرابية كيف ما نقوله نحن صحيحة فكيكون تواجد الله وملك الحمد بغد ناظر على شي مهرجانات أخرين يعني كنظر بأن مع الوقت يقدروا يبدو يعيطوا علينا إن شاء الله مع الوقت ومع الخدمة إن شاء الله كان شدويته جديد معشيف إننا مغربية كينا فكرة ولا باقي باقي ولكن يقدر يكون مع مطرب مطرب مغربي باقي غيهدرا ديك شيرات مبيناش نحرقوا المراحل إن شاء الله بالتوفيق لك محسن الرصادي نرجع للريجيم ديالك شندرت نقص الملحة آه السكار وشو يدي السكور لأن أتبار كلا عليك شحال دي ماش فينا كلا فاجأتنا فما شاء الله عليك وراء هاد شي لما كيرجع كيرجع لقانة التانية لأنني فاشكنت في ستوديو دوزام هم اللي لأنك الوزن ديالي زيد بزاف فهم اللي بدأوا وأنا كملت فالفضل كيرجع لقانة التانية أنا خليك ليما ما نقول لك شغني وليهذا لأنني عرفتك شوي مريض فما يكون عندك فأنتم أنتم بس لأنني لا يكون عندك فأنتمنى ستتضفوك مرة أخرى إن شاء الله بالأعمال الجاية ديالك إن شاء الله هاد السنة لما لنا نبدأنا في 2016 ونكمل إن شاء الله في الأخر ديالك شكرا لك لك بالعكس أن الترابي كان كل شيء سيحمق عليه كل شيء المغربة سيحمقوا عليه ومعروف أن المغربة دواقة فما يمكنش ما يبغيوش هاد العرض اللي عرض عليه من سياء وهو هاد الموجة الشبابية زوينها وعندها عندها جمهورة ولكن نرى موجة غادي تدوز وكيبقى كيبقى الأصل وعندما الرأي الخاص يحترم شكرا لك على سلبية الدعوة قداموا شاهديننا مع عيدكم مع الفقرة الصحية سنتكلموا فيها على الطب البديل نبيه يشي سيكلمنا على عشبة اليازير غمارين أو روزماري أو إكليل الجبل فقرة لباستقليدي ليلة حدي وعدنا على مصمم إزياء صارع شريبي ألكل ورمزي الصباحية درزام مهاركم برغم اشتركوا في القناة